الفيديو ده للمعلمين والمعلمات والأمهات والأبهات وأي حد مهتم بصنع محتوى تعليم للأطفال وكمان مهم لمنشئين المحتوى وطباعة الكتب والمجلات ومضمون الفيديو إزاي نقدر نعمل تصاميم تعليمية احترافية بالذكاء الاصطناعي نقدر نستخدمها في مهام تعليمية كتير فلو أنت مهتم الفيديو ده هيفيدك وهتستفيد أكتر لو اشتراكت في القناة وفعلت زر الجرس وتأكد لما تفعل زر الجرس تضغط على الكل علشان يوصلك إشعار بكل فيديوهاتنا ويلا بينا نبدأ الفيديو أول خطوة هنعملها وهي كتابة البرومت أو الوصف اللي احنا عاوزين نحوله للصور وهنا أنا استخدمت او أي شد بوت ممكن تستخدمه كل ما عليك أن انت بتكتب معين عشان يبدأ يعملك البرومت اللي انت عايزها فأنا هنا جيت قلت لتشاج بتي أريد إنشاء تصاميم تعليمية لتعليم الحروف من واحد لعشرة باللغة الإنجليزية أريد منك كتابة لكل رقم بحيث يكون هناك طفل صغير في سنة الرابعة سواء ولد أو بنت يرتدي زي مدرسي وتصميم يكون متواجد في مكان مثل فصل الدراس يعني التصميم يكون طبعا أنا كتبت الكلام بشكل عشوية ولكن هو في النهاية هيدينا الغرض المطلوب اللي عشان تعمل التصميم دي إليك لكل رقم وبدأ إن هو يعمل لي هنا رقم واحد رقم اتنين لحد رقم عشرة والبرومت هنا عبارة عن تفاصيل الولد أو البنت والمكان اللي هي فيه أو المكان اللي هو فيه وإن هو ماسك في إيده الرقم فهنا رقم واحد هنا رقم اتنين هنا رقم تلاتة معاك لحد رقم عشرة ولكن كمان هنا قال لإنت عايز بقى ولد أو بنت حدد بقى مراحتك أنت عايز إين فكل ما عليك إن انت ببساطة تقدر تكتب زي ده وبتدخل على محادسة جديدة وبتيجي هنا في المحادسة بتكتب الكلام ده وبتدي له الرسال هو تلقائيا هيبدأ إن هو ينفز لك اللي انت حتستخدمها بالشكل ده أوكي إذا كنت انت دلوقتي عندك جاهزة فالخطوة اللي بعد كده إن احنا عايزين نحول دي أو النصوص دي لصور زي هنعمل ده ممكن نعمل ده باستخدام موقع موقع أنا كنت شرحته في الفيديو اللي فات أو هزيب لك رابط شرح الموقع في وصف الفيديو والموقع ده هو اللي بنقدر إن احنا هندي له أو الوصف اللي احنا عملناه على علشان يحول له صورة زي بقى بكل بساطة إن هتدخل على موقع وطبعا لما تشوف الفيديو بتاع شرح موقع هتعرف تفاصيل ده كلها إيه وبعد كده هنا من الصفحة الرئيسية هندخل على هنيجي هنا في المستطيل اللي تحت ده وهنبدأ إن احنا نضيف له النصوص عشان نبدأ حط النصوص كل ما عليك إنك هترجع تاني له وهتيجي هنا على ده وتحدده كده أو تضغط عليه مرتين تضغط كليك يمين فهتاخده كوبي كوبي يعني نسخ ونفس الطريقة دي ممكن تعملها من الموبايل إن انت بتحدد الجزء ده تلك قيم بيجيب لك اختيار نسخ وبعد كده بنرجع تاني لموقع واللي فيه بقى هندي هنا بتاعنا في المستطيل ده يعني كليكي مين نضغط وهيجي هنا بقى نقول له احنا عايزين بقى ولد ولا بنت فممكن هنا أجي أقول له ايه أنا عايز أول صورة تكون وبعد كده مهم جدا إن أنا أحدد الأبعاد اللي أنا عايزها في الغالب دلوقتي أغلب الناس بتعمل أبعاد بالطول لأن مثلا أنا لو هعمل فيديو زيادة غالبا هعمله حاجات تظهر على الانستجرام والحاجات دي فأنا حاجة هنا هقول له تسعة لستاشر عشان يبقى الفيديو بالطول انت عايزه بالعرض وتعمل فيديوهات أطول يبقى تختار ستاشر لتسعة ولكن أنا هنا هختار تسعة لستاشر فهيبقى بالطول كل التفاصيل عندي مكتوبة دلوقتي كل ما عليك ان انت هتضغط على ايه على هيبدأ هنا إن هو هيعمل التصميم بالشكل ده فكل تصميم بيتعمل هنا هيعمل لك حوالي يعني هنا هو هيعمل أربع صور وكل صور هتلاقي مختلفة عن التانية أو ممكن هتلاقي البنات شباه بعض بس انت بقى في الحالة دي انت بتختار أنسب صورة لك مثلا أنا شايف ان الصورة دي ممكن تكون مناسبة أو الصورة دي يعني ممكن تحملهم كله شباه زي ما انت حابب بعد كده بنرجع تاني نجيب اللي بعد كده هرجع تاني وهاجي على التاني هاخد كوبي برضو وارجع به تاني على الموقع ده بحدد الجزء اللي تحت ده كله واضغط فيجيب لي هيجيب لي هنا التاني والتاني هو هيبقى خاص برقم اتنين تعالى بس هنجيبها تاني عشان ما جاش معايا هاخدو تاني كده كوبي وهارجع تاني هنا هحدد الجزء ده كله هنا بقى هيبقى ايه رقم اتنين وهاجي هنا المرة دي هقول له أنا عايز بوي فهشيل هنا التحديد هحدد هنا وهسيب البوي بس وبالتالي هضغط على هيبدأ ان هو يعمل التصميم لرقم ولكن المرة دي هيبقى ولد سواء بقى الولد واقف على صبورة او كده طبعا انسب حاجة انا شايفة هنا ممكن ده او ده اعتقد ده كويس قوي فانا هاجي هنا اعمل له دونلود وهكذا هبدأ ان انا اجيب اللي بعد كده اهو بالشكل ده هاخدو كوبي وهارجع تاني لموقع كاريا اي 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 هضيف له البرومت واحدد اذا كنت انا عايز بولد او بنت هنمرة دي هنخليها بنت فهشيل البوي وهسيب الجرل بالشكل دي يعني البنت ونضغط على هيبدأ ان هو يعمل لي تصميم رقم تلاتة بالشكل ده المرة دي بقى جايبه لك مختلف ويجايب لك اكتر من تصميم ده مسلا تصميم ممكن يكون مش مناسب ده كويس ده كويس بس انا شايف ان ده يكون افضل واحد فيهم هنعمل له دونلود بالشكل ده وبالتالي اصبح عندنا رقم تلاتة بنفس الطريقة هتقدر تحمل كل الصور اللي انت عملتها لما تيجي هنا تاخد كل الكلام ده كوبي وترجع به على موقع كده ونفس التعديلات هيعمل لك التصميم سواء بقى انت عايزها ولد او بنت او حتى لو عايزها اي شخصيات تانية هتقدر ان انت تعملها وبعد كده تحمل الصور اللي تناسبك علشان هنبدأ بعد كده مراحل تانية ازا كنت انت هتستخدم الصور دي مسلا في ان انت مسلا ممكن تحولها للفيديوهات او ان انت مسلا حابب ان انت تعمل معها صوت او ما شابها هنا انا عملت كل التصميم تعالا باقينا نتفرج عليها طبعا تصميم كلها هتبقى بنفس البعد شابها بعضه ونضرب بقى ان احنا نقلب ما بينهم كده اصبح دلوقت احنا عندنا صور شابه دي ممكن نستخدم الصور دي في ايه بقى الصور دي ممكن نستخدمها في حاجات كتير اقوى انا مسلا لو انا مسلا حابب ان انا اعمل كروت للاطفال انا ممكن اطبع الصور دي تبقى كروت للاطفال ممكن انهم يعني يتعلموا منها وطبعا الصور كمان بيبقى فيها شكل كويس للاطفال لابسة ازاي وقفة ازاي وحكذا كذلك الامر ان احنا ممكن نعمل كتب رقمية انا مسلا ممكن اعمل كتاب رقمي او الكتاب ده هضيب فيه تفاصيل معينة للاطفال عشان يعرفوا الارقام ممكن برضو نعمل حاجة شبه كده ايضا في ناس ممكن انها تعمل فيديوهات يعني ازاي بقى تعمل فيديوهات يعني مسلا بنجيب الصور دي كلها كده وبنحطها مع بعض في فيديو وبنخلي مسلا طفل ينطق الحاجات دي طب هيجي حد ديولي طب انا هجيب طفل ينطق من اين الارقام لا انا ممكن دلوقتي نعمل كل ده بزاكالة ازاي انا كنا شرحين طرق كتير جدا قبل كده ازاي ان احنا ممكن ننشئ فيديو اه مسلا او نحاول الصور لفيديوهات يعني ايه ممكن نحاول الصور الفيديوهات يعني الصور دي صور سبتة ممكن نخلي فيها حركة اه يعني دلوقتي اصبح لموضوع سهل لو انتم تابعيننا اكيد هتبقى عندكم فكرة احنا بنعمل حاجات دي ازاي وبرضو لو انت مهتم ان انا نشرح لك ازاي ان احنا ممكن نحول الصور دي لفيديوهات وتبقى مثلا هي تتحرك لوحدها ازاي بدلا ما انا بحركها كده بالاسهم لأ ممكن انا اعمل فيديو والحاجات دي تتحرك لوحدها وفي نفس الوقت كل رقم يتنطق اه يعني طفل ينطق الرقم وهكزا يفضل يتنقل الفيديو لوحده ممكن يبقى بشكل كويس اصوات اطفال اطفال تسقف وهكزا فكل ده متقاح ولو انت مهتم ان انت تعلم حاجات شبه كده يريد تسيب لي رأيك في تعليق بخصوص الفيديو وكزاك الامر لو انت عايز الفيديو تكتب لي ان انت حابب ان انت اه نكمل ونعمل جزء تاني من الفيديو ونحول الصور اللي احنا عملنا دلوقتي دي لفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي بطرق سهلها ومجانية سواء باستخدام الكمبيوتر او الموبايل فتمنى تكون استفدت من الحلقة يريد لو عجبك الفيديو تشترك في القناة وتفعز الجرس علشان نشوف كل فيديوهاتنا وما تنساش لايك وت سيب لي رأيك في تعليق وفي النهاية السلام عليكم